السلام عليكم أعزائي المتابعين معكم المهندس ياسين اسماعيل من قناة عربيتك رح نحكي بفيديو اليوم عن كيفية توثيق حساب واتس أب بالعلامة الخضراء بداية رح ننتقل إلى جهاز الجوال ودخل إلى تطبيق واتس أب للأعمال وفي حال أنت ما كان عندك تطبيق واتس أب للأعمال تقدر تنزله من متجر جوجل بلاي عبر الرابط الموضح من هون لأجهزة أندرويد ومن متجر أب ستور في حال أنت عم تشتغل على أجهزة أب بل عبر الرابط من هون ورح أترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف رح أرجع للجوال وأضغط على الموافقة والمتابعة والآن رح يقوم بالربط ما بين رقم الموجود على حساب واتس أب العادي مع حساب الموجود على واتس أب للأعمال وغالبا ما تكون عمليات توثيق حساب واتس أب للشارع الخضراء هي تابعة لأعمال تجارية وبمجرد توثيق على واتس أب للأعمال رح تتوثق تلقائيا على حسابك في الواتس أب العادي رح أضغط على الخيار الأول واللي هو استخدام نفس الرقم من أجل عملية التوثيق الآن رح قوم بإدخال الكود اللي أرسله عندي على الجوال من أجل التحقق من أني أنا هو صاحب الحساب والآن عم بتتم عملية نقل جميع الأنشطة اللي قمت فيها على تطبيق الواتس أب العادي إلى واتس أب للأعمال الآن بدي قوم بإدخال ملف نشاطي التجاري واللي هو عبارة عن اسم النشاط اللي أنا بدي قوم بتقديمه هو بيوضع لي الاسم بشكل تلقائي رح قوم بتغييره إلى Space Education ويجب الانتباه إلى أنه ما لازم يكون في عنا حروف كبيرة لأنه هذا الشيء بخالف قواعد التسميه لبيت تبعه واتس أب ومن ثم اختار الفئة هنا تظهر لمجموعة من الخيارات أنا رح أختار تعليم بهذا الشكل ومن ثم أضغط على زر التالي الآن رح تبدأ عملية التهيئة من أجل الدخول إلى الواجهة الرئيسي بهذه الواجهة نحن نقوم بإنشاء كتالوج والكتالوج هو عبارة عن خدمي بتقدمه عن طريق حساب واتس أب وهو خيار اختياري بإمكانك تأجل عملية إنشاء كتالوج إلى وقت لحق ومن ثم نقوم بتحديد عمليات النسخ الأحتياطي أنا بنصح جميع المتابعين بأن يحددوا هذا الخيار على أسبوعيا ومن ثم تحديد البريد الإلكتروني اللي بدو يتم حفظ محادثاتك وأنشطك على واتس أب عليه بهذا الشكل ومن ثم اضغط على زر سماح بهذا الشكل الآن بالنزول قليلا نقوم بتفعيل خيار تضمين مقاطع الفيديو لأنه أنا بدأ يقوم بإنشاء محتوى تعليمي وبالتالي أنا محتاج إلى مقاطع فيديو لذلك رح قوم بتحديد هذا الخيار وأضغط على تم بهذا الشكل الآن أصبح ملف التجاري المنشأ على واتس أب جاهز رح قوم بالذهاب إلى ملف النشاط التجاري بهذا الشكل الآن بهذه الواجهة عم بيقلي أنه لازم أربط حساب واتس أب للأعمال مع فيسبوك وانستجرام وطبعا هذا الشرط ضروري للتحقق من حسابك رح أضغط على حسنا ومن ثم قوم بتحديد بعض المعلومات لاحظوا معي هنا الاسم وهون التصنيف أما الوصف فيني اكتب أي وصف بدية مثلا بهذا الشكل الوصف هو عبارة عن بعض الكلام توصف الخدمة اللي أنت بدك تقدمه أضغط على حفظ الآن بعد الانتهاء فيني حط عنوان النشاط التجاري أي موقع مثلا أنا رح اختار المملكة العربية السعودية وفي حال أنت حابب تحدد موقعك على الخريطة تضغط على هذا الزر ومن ثم بتفعل خيار الجي بي اس ولكن هذا الخيار غير ضروري رح أضغط على حفظ بهذا الشكل الآن بالنسبة لساعات العمل أنت بتقوم بالتحديد ساعات العمل من اليوم الآن بتضغط على خيار الجداول أنا رح قوم باختيار مفتوح دائما بهذا الشكل طبعا فيني إلغي بعض الأيام وفيني يحددهم بالإضافة إلى أنه أنت قادر تقوم بتحديد بعض الساعات بهذا الشكل بتحدد ساعة الفتح وساعة الإغلاق في كل يوم من الأيام ولكن أنا رح قوم بتجاهل التغيرات من أجل تحديد ساعات العمل على مفتوح دائما الآن بضغط على زر حفظ من هون ليظهر بهذا الشكل البريد الإلكتروني هو من الأمور المهم كتير لحتى توثق حساب واتس أب البريد رح يفهم الشركي أنه أنت عم بتقوم بإنشاء محتوى حقيقي لأنه بريدك موجود بالإضافة إلى أنه بريدك عم بيارسل ويستقبل أنشطة تجارية متعددة فرح اكتب بريد الإلكتروني ومن ثم أضغط على حفظ وأنا بنصح جميع المتابعين بأنين يوضعوا بريد إلكتروني تجاري خلاف البريد الشخصي ومن ثم أضغط على حفظ بهذا الشكل موقع الويب هو عبارة عن الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة اللي أنت بدك تقدمها أنا ما عندي موقع إلكتروني لذلك أنا ما رحض أي موقع ولكن في حال كان عنكم فحطوه لأنه هو أيضا من الخيارات المهمة فيك تضيف عدة مواقع ويب الآن بالذهاب إلى أسفل هذه القائمة من لحس في عنا خيار إضافة فيسبوك وإنستقرام بالضغط عليه فيننا ننتقل لإضافة حساب الفيسبوك وتعيين كوسيد للاتصال ضمن الصفحة الخاصة فيك على فيسبوك وطبعا صفحة الفيسبوك اللي عم نقصدها هي عبارة عن صفحة رح تقدم الخدمة نفسا اللي أنت حكيت عنها ولكن بالنسبة لوسيلة التواصل رح تكون هي عبارة عن واتس أب بالضغط على زر متابعة بكل بساطة رح تنتقل إلى فيسبوك وتقوم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بصفحتك بداية أنا ما عندي صفحة فيسبوك ومأنشأ لهذا الغرض لذلك أنا رح أتراجع عن هذا الخيار وبشكل مشابه إنستقرام أيضا في حال أنت كان عندك إنستقرام تقدر تنشر هناك خدماتك لحتى تزيد من جمهورك ومتابعينك المستفيدين من خدمتك رح قوم بالضغط على إلغاء ومن ثم اتراجع قليلا الآن بعد الانتهاء من إعداد حساب الواتس أب الخاص فيك رح ننتقل إلى تطبيق جوجل كروم ومن ثم نذهب إلى الجيميل لإرسال إيميل إلى شركة واتس أب من خبرهم في أن حسابنا صار جهز وبتمنى تمنح هنا الشارع الخضراء عن طريق كتابة كلمة جيميل في محرك البحث رح تظهر معك هذه الواجهة وفي حال كان عندك تطبيق الجيميل ففوت عليه وضغط على إشارة الزائد بدل إشارة القلم الموضحة هون من أجل إرسال إيميل بهذا الشكل والآن لازم نحط هون بريد شركة واتس أب طبعا أنا محضر لكم ملف فيه الرسالة بالإضافة إلى بريد شركة واتس أب رح اتلاقوا هذا الملف عبر قناتنا عربتك الموجودة على تليجرام كمان لا تنسوا الاشتراك بهذه القناة هذه هي الرسالة باللغة العربية وهذه هي باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى البريد رح قوم بنسخ البريد بهذا الشكل ومن ثم اذهب إلى المربع المشار له بكلمة إلى وقوم بلصف البريد الإلكتروني اللي يظهر معي بهذا الشكل النسخة المخفية هي أمر مرفوض رح قوم بتحديد الموضوع طلب الحصول على العلامي الخضراء ومن ثم تحديد الرسالة طبعا الرسالة فيك تأرسله باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية الأمر متروك إلى وفحو الرسالة بيقول أنه أنا عندي خدمي معينة بالإضافة إلى أنه عندي جمهور بدي أطلب منكم توثيق بالعدام الخضراء من أجل اقدر عزز علاقاتي وتواصلي مع العملاء فقوم بنسخ الرسالة من الملف اللي رح أترك لكم ياه بصندوق الوصف والذهاب إلى البريد الإلكتروني ووضع الرسالة بهذا الشكل ولكن يجب الانتباه إلى تعديل المعلومات الموجودة بين الأقواس هون نقوم بإضافة اسم الحساب التجاري أنا سميته سبيس إدوكيشن بهذا الشكل قوم بحذف كلمة عملك ومن ثم بكتب كمدرس لغات برمجي لجميع المستويات بهذا الشكل الآن نقوم بوضع اسم المسؤول واللي هو اسمي باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية بهذا الشكل ومن ثم أوضع رقم الهاتف المرتبط بحساب واتس أب العادي والواتس أب للأعمال مع رمز النضاء الخاص ببلدك بهذا الشكل ومن ثم اضغط على ارسال بهذا الشكل رح يتم ارسال الرسالة إلى شركة واتس أب ورح ترد في غضون ثلاثة أيام ورح نلاقي هذه الرسالة في البريد المرسل بهذا الشكل مثل ما نكون شايفين وفي حال انت حابب توثق أنواع أخرى من الواتس أب الموجودة على جهازك فأنا رح أترك لكم رابط تاني وهو رابط شركة واتس أب بتقدر عن طريق تحديد نوع الواتس أب الموجود على جهازك أنك تتوصل معهم ومن ثم تقوم بطلب العلامة الخضراء فلو أنك عم تستخدم واتس أب ميسنجر تضغط على خيار اتصل بنا وبتقوم بتعبئة الخيارات الموضحة هون بهذا الشكل بتقوم بتحديد الرقم الخاص فيك بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وتأكيد البريد الإلكتروني ومن ثم بتحدد نوع الجهاز اللي اندد نوع الجهاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر